هل تتوقع تزايد الضغوط من الدول العضافي النيتو على تركيا بمسالة العقوبات واغلاق مجالها جوي أمام الطائرات الروسية؟ لا أبدا لأن هذه الدول نفسها لا تقوم بهذه الإجراءات تجاه روسيا هذه الدول نفسها التابعة لمنظومة الاتحاد الأوروبي لا زالت حتى الآن مختلفة بخصوص استلام النفط من روسيا أو عدم استلامه بخصوص الدفع بالروبل أو عدم الدفع لا يمكن لهؤلاء حين يختلفونهم فيما بينهم أن يطالبوا تركيا بما لا يفعلونه هم وتدرك تركيا هذا التباين؟ نعم نعم تدرك هذا تماما وتلعب هذه اللعبة يعني حاليا داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الناتو يوجد ملعب واسع لتركيا للحصول على حقوقها التي أهدرت خلال السنوات الماضية هل تخشى تركيا اندلاع حرب بين حلف الناتو وأوروبا؟ تكون شرارتها على سبيل المثال مناطق أوروبية متنازع عليها مثل ممر سوالكي البري؟ لا أبدا تدرك تماما تركيا أن الدرس الذي حصل للروس في أوكرانيا سيجعلهم يتراجعون عن خطط أخرى بالمناسبة تركيا أبلغت روسيا قبل دخول روسيا في الحرب الأوكرانية بأن هذا مستنقع وأن دخولهم فيه سيكون مكلفا وتم إبلاغهم رسميا استنادا إلى الاجتماعات وتم إبلاغهم بما سيكون عليه رد الناتو بما سيكون عليه رد الولايات المتحدة ويبدو أن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها تركيا لم تأخذ دورها في روسيا ولذلك تورط الروس في هذه الحالة ترجمة نانسي قنقر